هقولك حاجة هي في عوايدنا كمصريين على فكرة في شخصياتنا يعني ملاش علاجة حتى بالكورة احنا طول الوقت طول الوقت خايفين من بكرة مرعوبين من بكرة دي في حياتنا بشكل عام وانت اصلا يعني انت متعاق يعني مش انت اللي اخترت انبارح ولا اخترت النهاردة عشان تخاف من بكرة انبارح ربنا سهلهلك النهاردة ربنا سهلهلك بكرة ربنا يسهلهلك بس ده بشروط ايه الشروط البسيطة السهلة انك تشتغل وتتعب وتكتهد ده ينطبق على نادي الزمالك بكل تأكيد اشتغل وتعب واكتهد وسيم الباقي بقى ده توفيق وحظ وكرم من عند ربنا اكيد هتوقع تقول لا اصل الوضع الحالي ده لا يبشر بخير الوضع الحالي ده بيقول ان احنا هنخسر دولي وافريقيا وهناخد مركز سابق وهيحصل فينا وهيحصل فينا تمه انا فكرك الموسم اللي فات بداية الموسم وكان بيبقى معايا ضيوف من الاسماء العظيمة اللي لعبت في نادي الزمالك او حتى جميعين نادي الزمالك كنت بتقولي الكلام ده في بداية الموسم اللي فات يقولك الزمالك يعني بالكتير نعرف بس نادي الزمالك نادي الزمالك نادي الزمالك مش حلوة تفاصيل كثيرة يعني بس يبدو عندك كل الإمكانيات وعندك جمهرية عظيمة وعندك لعبين رائعين وعندك عجازة فنية ممتازة لماذا الإحباط هي زي ما بقولك العادات احنا طول الوقت بنترعب من بكرة بنترعب وبكرة الكلام المعروف يعني عند كل الناس مش محتاجة أن أقول لك إن بكرة في علم الغيب الله أعلم يا كده يا كده الفرق بس إنك تشتغل وتتخب